مرحبا وضحياتي للجميع قال ذات مرة الأديب الكبير ميخايل نعيمة متحدثا عن كاتب شاب دخل الساحة الأدبية حديثا قال وكأنه خلق ليكتب القصة وكأنه خلق ليكتب القصة وهذا الشاب ما هو إلا توفيق يوسف عواد عواد الأديب والكاتب والشاعر والمفكر والدبلوماسي اللبناني الكبير جدا ويعتبر أحد أقطاب النهضة الأدبية سواء اللبنانية أو العربية في منتصف أو في فترة النصف الأول من القرن العشرين وتوفيق يوسف عواد كنبذة سريعة عن حياته هو من موليد قرية بحرصاف في جبل لبنان ولد في سنة 1911 وتوفي في بيروت في سنة 1989 للأسف جراء القصف في أواخر الحرب الأهلية تعلم كما يخبرنا في مذكراته أو في سيرته الذاتية تعلم في قريته تحت الشجرة تحت السنديانة ومنها انتقل إلى مدرسة اليسوعيين ومن هناك إلى كلية القديس يوسف في بيروت وفي سن الثامنة عشر تقريبا بدأ بالكتابة دخل إلى عالم الكتابة بداية في الصحف وفي المجلات ومن ثم ارتحل أو انتقل في فترة لاحقة إلى دمشق ودرس الحقوق هناك في جامعة دمشق واستلم هناك رئاسة تحرير عدد من الصحف طبعا ليعود بعدها إلى بيروت ليصبح سكرتير التحرير لواحدة من أعرق الصحف اللبنانية والعربية وهي صحيفة النهار العريقة طيب في فترة الانتداب كان صوت توفيق يوسف حواد من الأصوات البارزة والقوية التي طبعا طالبت بالاستقلال وبالفعل بعد الاستقلال انضم عواد إلى السلك الدبلوماسي وتنقل كقنصل وسفير بين عدة بلدان في آسيا في القارة الأمريكية سواء الشمالية أو الجنوبية وفي القارة الإفريقية فعمل في القاهرة في الأرجنتين في المكسيك في الصين وحتى في اليابان إلى غيرها وطبعا ترك عواد إرث كبير جدا إرث أدبي وفكري كبير جدا يعني مثلا من أعماله نذكر مجموعة الصبي الأعرج أيضا له رواية طواحين بيروت وأيضا تلك الرواية الرائعة رواية الرغيف والتي مؤكد سأتحدث عنها في حلقة مستقبلية أيضا له قميصوف وأيضا في مجال الشعر له ديوان قوافل الزمان أيضا سيرة ذاتية بعنوان حصاد العمر وله عدد من المسرحيات منها مثلا مسرحية السائح والترجمان والتي أيضا سأتحدث عنها مستقبلا لما فيها من أبعاد فلسفية عميقة جدا طبعا إلى غيرها من أعمال تنوعت كما قلت ما بين القصة القصيرة مثلا والرواية والشعر والمقالة النقدية إلى آخر في الواقع فأدب التوفيق يوسف عواد هو أدب إنساني بامتياز أدب يحمل أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية عميقة جدا وسمات أدب التوفيق يوسف عواد لنقل تشبه في مكان ما سمات أدب جبران خليل جبران لبل تجمعهما يعني ولو على الأقل من وجهة نظر المتواضعة تجمعهما مجموعة من الأمور المشتركة لعل أهمها تلك النزع الإنسانية الطاغية وذلك الإيمان بفكرة وحدة الوجود على النمط الصوفي طبعا إضافة لسلسة الأسلوب عند الأدبين الكبيرين انسيابية التعابير جمالية التعابير بلاغة الكلمة دقة الوصف وطبعا تلك النزع الواقعية الممزوجة بشيء من الرومانسية أو الممزوجة بمخيلة خصبة ورحبة إضافة طبعا لفن كتابة القصة القصيرة بكل إتقان وإبدع طيب أحب أن ألقي وإياكم في هذه الحلقة القصيرة نظرة على مجموعتها القصصية الرائعة المعنونة بالصبية الأعرج هذه المجموعة التي نشرها في عام 1936 فمثلا يقدم للمجموعة بمقدمة رائعة جدا يعني لا بس إن قرأنا بعض من فقراتها فيعان من هذه المقدمة بإلى القارئ يقول أنا لم أكتب هذه القصص وأدفعها إليك عبثا بل هي الحياة التي عشتها وهي قليلة حتى اليوم بعدد سنيها ولكنها كثيرة بالتجارب التي تمرست بها وفتحت عيني على أشياء جميلة هنا وقبيحة هناك فأردت وصف هذه الأشياء فلم أجد وسيلة إلى ذلك خيرا من القصة إلى أن يصل ليقول فالقصة إذن هي اليوم ونستطيع أن نقول ذلك بلا حرج المظهر الأكمل للأدب لأنها وإن كانت نوعا من أنواعه فهي تستوعب غرض كل الأنواع تضم التمثيل تضم الملحمة وتضم الترسل وتضم الشعر إلى حد ما بل هي تمد أو تمد ذراعيها فتتناول بهما موضوعات هي في الأصل من غير الأدب كالتاريخ والفلسفة والاجتماع والعلوم هي بعبارة واحدة طبعا أي القصة مرآة الحياة بكل ما في الحياة أيضا يضيف قائلا والقصة هي أقرب أنواع الأدب إلى الطبيعة جرت بها ألسنة البشر قبل أن يعرفوا الكتابة ومن السهل جدا أن نتصور أنها كانت المظهر الأول للأدب يوم كانت خبرا ينقله شاهد إلى سامة ومن السهل أن نتصور الشاهد اللبق في نقل الخبر الحاذق في التقديم والتأخير الماهر في إبراز هذا الجانب وإخفاء الآخر من السهل أن نتصوره قصاصا وكثيرا ما استمعنا إليه على جلسة في المقهى أو سهرة في البيت إن تاريخ الجنس البشري عبارة عن سلسلة من القصص وحتى الله خلق الإنسان في قصة هل رأيت أروع من قصة الخليقة رب يسأم الوحدة فيمد كفه ويبذر الأكوان ثم يجدها موحشة فيبرئ النسمة فيها من آدم إلى آخر ثم إلى أن ينهي هذه المقدمة بالقول وبعد فهل أنا في حاجة إلى الكلام على قصص هذا الكتاب هل أنا في حاجة إلى القول بأنها مستمدة من المحيط الذي أعيش فيه قد يكون أشخاص وحقيقيين ولا يكونون وقد تكون حوادثها واقعية ولا تكون ولكن في الحالين نماذج مأخوذة من حياتنا اليومية البسيطة والمملوءة على بساطتها بالأسرار الكبرى بيروت في واحد تشرين الأول ألف وتسعمائة وستة وثلاثين طوفيق يوسف عوال المجموعة طبعا مؤلفة من عدد من القصص منها الصبي الأعرج المقبرة المدنسة الشاعر الهاوية الرسالة المحروقة ويعني عدة قصص أخرى لكن لي نتحدث قليلا عن القصة الرئيسية التي سميت هذه المجموعة بإسمها وهي قصة الصبي الأعرج وقعا هي قصة جميلة جدا ومعبرة ومؤثرة وطبعا تعالج كما أغلب قصص عواد قضايا اجتماعية هنا مثلا في القصة قضية الفقر قضية الظلم الاجتماعي قضية انتهاك براءة الطفولة إلى آخره وإذا لخصت هذه القصة لكم فهي تدور حول صبي أعرج كان اسمه خليل ويصف عواد بكلماته قائلا كان اسمه خليل ولكن الناس لا يعرفونه بهذا الاسم هم ينادونه أعرج حتى كاد هو نفسه ينسى اسمه الحقيقي ولا أحد يعرف من أبوه وأمه وأين مسكنه نكرة من النكرات شحاد من ملاعين الدنيا كان في الثالثة عشر من عمره وعلى وجهه بقع من الغبار المزمن وأخاديد من الذل يجر طول النهار وقسما كبيرا من الليل رجله العوجاء من مكان إلى مكان إلى آخر هذا الصبي الأعرج غليل كان يعيش مع عمه وعمه كان يعامله بقص وكبير جدا كان كما يقال يسومه سوء العذاب وصنوف وألوان من العذابات التي لا تنتهي كان يجبره على التسول وطبعا كان يأخذ مال التسول يعني أول بأول ولا يعطي الصبي البائس الأعرج إلا شيء قليل من الطعام لسد الرمق لا أكثر ولا أقل وأحيانا عندما يكون ما يستجديه هذا الصبي قليل كان هذا العمل قاسي القلب ينهال عليه بالضرب طبعا بالضرب المبرح طبعا إلى أن نصل في القصة إلى فترة صدر خلالها قرار أو قانون بمنع التسول في الشوارع طبعا يلجأ العام هنا إلى التحايل على القانون فيعطي الصبي الأعرج صندوق فيه بعض من الحلوى لبيعه يعني كمثل تسول مقنع إلى أن نصل إلى يوم وبينما كان هذا الصبي خليل عائدا إلى المنزل استقلت ترام أو الترمواي لأول مرة في حياته لكن ما حدث أنه عندما أراد أن يصعد إلى الترمواي اعترضه قاطع التذاكر فدفعه بعنف بعيدا طبعا بسبب شكله أو لنقل بسبب قذارته بشكل أو بآخر فوقع الصبي الأعرج على الأرض وأفلت صندوق الحلوى منه وداسته سيارة كانت تمر في الأثناء فتحطم هذا الصندوق طبعا بعد عودته إلى كوخ عمه يعني لا داعي للقول بأنه نال عقابا قاسيا ومروعا لكن في تلك الليلة لم يغمض لخليل جفن وعندما نام العم ثارت ثائرة خليل في الليل فحمل عصى غليظة وانهال على عمه بضربات شديدة كما يقال من حرقة قلب وأثناء الهرج والمرج تصيب العصى قنديل الزيت فيسقط على الأرض وتشتعل النيران بالكوخ فما كان من الصبي الأعرج إلا أن خرج مسرعا ومن ثم أحكم إقفال باب الكوخ وطبعا احترق الكوخ وأكلته النيران وأكلت معه ذلك العم القاسي وعديم الرحمة طبعا كما رأينا قصة مؤثرة ترين مثلا كيف أن كيف أن الظلم قد يرتد على أصحابه بي نتائج وخيمة كما حدث مع هذا العم القاسي إبراهيم ونرى كيف أن ردت فعل خليل هذا الصبي الأعرج البائس المستغل إلى أقصى حدود الاستغلال فنرى كيف كانت ردة فعل خليل لنقل ردة فعل طبيعية بشرية محضر ردة فعل طبيعية لبل ربما ما قام به خليل في مكان ما مبرر بشكل أو بآخر طبعا مبرر بذلك الظلم وتلك القصوة المفرطة لذان كان يمارسان بحقه من قبل ذلك العم المستغل فرأينا كيف أن هذا الصبي الأعرج خليل عادة ليستعمل نفس أسلوب العمل أسلوب القصوة والعنف ليسترد حقه مثلا أو لينطقم لنفسه فهذه هي قصة الصبي الأعرج طيب إذا كي لا نطيل يعني إذا مررنا على قصة أخرى ولتكن قصة سقاء القهوة أو لا سأتحدث سريعا عن قصة المقبرة المدنسة وتحت عنوان القصة هناك اقتباس شهير من الكتاب المقدس يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر تدور قصة هذه الحكاية حول امرأة قروية تدعى سلمة تركت القرية وذهبت إلى المدينة لسبب أو لآخر وهناك بدأت بممارسة البغاء وذات يوم قتلها عشيق لها وكما هي العادة أو كما هو العرف طبعا حملت لتدفن في مصقط رأسها في قريتها لكن بعد الدفن تبدأ المعلومات عن حياة القتيلة عن سيرتها بالتسرب إلى أهل القرية فتنشغل كل ضيعة بقصتها وبقصة عملية في البغاء وأيضا بمسألة أنها كانت امرأة فاجرة عاطلة غنية وبتفصيل مهم جدا وهو أنها عندما دفنت كان في إصبعها خاتم يبدو ثمين جدا فتبدأ كل القرية بتداول عفا أخبار سلمة يعني مثلا مما قاله بعض مثلا أحدهم يقول هنا هذه آخرة العاطلة اخترقت الرصاصة ثدها الأيمن وخرجت من كتفها لم تمت حالا الملعونة صاحت صيحة هائلة ووقع بدنها كالصخرة على رصيف الشارع إلى آخره يعني حتى نساء القرية أيضا بدأنا بالتحدث عن سلمة التي أصبحت في بيروت روزيت فمثلا يعني تقول إحدهون يا أختي قتلها الذي كان ينام في فراشها كل يوم يظهر أنه كان يطمع بمالها أو أنها رأاها تنام مع غيره إلى آخره طيب كما قلت هناك تفصيل مهم جدا وهو أن سلمة أو روزيت عندما دفن كان في إصبعها خاتم يبدو ثمين جدا فعندما يجتمع رجال الضيعة عند مختار الضيعة أو عند مختار القرية فنرى مختار القرية ويبدو غاضبا ويبدأ بالصراخ ويقول للناس بأنه سوف يحرق الأكاليل والصليب الذي وضع على قبر هذه الزانية الفاجرة لأنها لا تستحق مثلا هذا التشريف وفعلا نرى المختار بعد السلسلة من الأحداث يتسلل في الليل خلصة إلى المقبرة لكن ليس فقط من أجل إحراق الأكاليل وإنما من أجل الحصول على الخاتم الثمين فنراه يبدأ بنبش القبر ومن ثم يقطع إصبع المرأة الذي فيه الخاتم وهنا يحدث شيء ما طبعا من دون أن ندخل في التفاصيل فالمهم يضطرب المختار ويقع منه الأصبع وفيه الخاتم ثم يهرب وهو مذعور وطبعا خالي الوفاض طبعا تخيل رؤية أشباح وأرواح موتة وروح سلمة بالتحديد يصعد من القبر إلى آخر وهذا ما أحدث في داخله نوع من الذعر والرعب فكما يقال هرب ولم يلتفت وراءه أبدا طبعا ليتضح لاحقا أن هذا المختار الذي ادعى الشرف والعفة والحرص على التعادات والتقاليد والنواميس ليتضح بأنه كان على علاقة آثمة بسلمة بالقتيلة لبل إن أردتم هذا المختار وجهة القرية ورجل الفضيلة يتضح أنه هو من أغوى سابقا هذه الشابة سلمة هو من احتال عليها حتى أخذ منها ما يريد ومن ثم هجرها وتنكر لها وبالتالي كان هذا المختار هو السبب الرئيسي في تارك سلمة للقرية وطبعا خوفا من الفضيحة ومن ثم هروبها إلى بيروت وهناك لم تجد أي باب أو وسيلة سوى ممارسة البغاء الذي تسبب بدوره في قتلها وبالتالي إن عدنا بالأمر إلى بداياته فسنجد بأن هذا المختار هو السبب الرئيسي في كل ما حدث لروزيت أو لسلمة وبعد كل ذلك نراه وبعد أن حطمها ودمرها حيا يعني بكل وقاحة لا أعلم ما هو التوصيف المناسب نراه أراد أن يسرقها ميتة فاختصبها حيا وميتة هناك طبعا كما قلت قصص أخرى تستحق الوقوف على أبعادها لكن يعني لن أصدع رأس الصديقات والأصدقاء أكثر فشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر